بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أرحب كالمعتاد بالسادة زملاء منتدى التصنيف القراثة لازم نتشرف بتنظيم المحاضرات الأسبوعية من خلاله ونحن الآن في الدورة الثالثة بفضل الله واليوم المحاضرة الثالثة نستضيش الأستاذ الدكتور يحيى مصرحي الأستاذ علم البيئة النباتية بجامعة جازان ووكيل عمادة الدرسات العليا بجامعة جازان وسوف يحدثنا عن موضوع مهم وشيخ جدا نحن في انتظار أن نستمع لمحاضرة شيخها وكالمحاضرة الأولى التي ألقاها نسمعينا في الدورة الثانية من المحاضرة وهنا نحن سعداء جدا باستضافة الزميل العزيز والصديق الأستاذ الدكتور يحيى مصرحي النباتية وسوف يحدثنا عن متلازمة التلقيح بالذباب في نبات الغالثي كدراسة حالة وأطلب من الأستاذ الدكتور أشرف أن يقدم دكتور يحيى مصرحي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة معدنا مع المحاضرة الثالثة في الموسم الثالث مع أستاذنا الدكتور يحيى بن سليمان مصرحي وأستاذ علم البيئة بقسم النبات بقسم الأحياء كلية العلوم جامعة جازان مملكة العربية السعودية الشقيقة وأستاذنا الدكتور يحيى حصل على الدكتوراه في علم البيئة النباتية من جامعة الملك سعود بالرياض 2009 هو ترقى لدرجة أستاذ في علم البيئة النباتية سنة 2021 في هذه السنة المباركة أنا سعداء جدا كذلك من التكلفات الإدارية التي حصل عليها أو شغلها أستاذ الدكتور يحيى رئيس قسم الأحياء لكلية العلوم جامعة جازان ثم وكيلا لكلية العلوم لشؤون الطلاب ثم وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان أيضا من الجامعيات هو عضو بها عضو الجامعية السعودية لعلوم الحياة وكذلك عضو لجنة علوم الأساس لاقتراح الأولويات البحثية بمدينة الملك عبد العزيز لعلوم التقنية 2014-2015 أما من نشاط العلم فقد نشر قرابة الأربعين بحث في دوريات علمية محلية وعالمية أشرف على خمس رسائل علمية وشارك في مناقشة العديد من الرسائل العلمية داخل وخارج مملكة العربية السعودية له كتابان الدليل المصور لنبتات البرية في منطقة جزان 2021 كذلك كتاب آخر بالمشاركة اسم الكتاب معجم معاني أسماء النبات 2016 أما من حيث المؤتمرات والندوات التي شارك فيها سيادته فقد شارك في أكثر من 12 مؤتمر وندوى علمية داخل وخارج مملكة العربية السعودية ومن المشاريع الممولة حوالي سبع مشاريع ممولة من جامعات ومراكز بحثية وشركات معظمها في مجال الدراسات البيئية والتنوع أما محاضرة اليوم ستكون بعنوان متلازمة التلقيح بالذباب نبات الغلثي كحالة دراسية فلاي بولانيشن سيندروم كالوجوما أكتوين أنجولا أس أكيس ستادي أستاذ دكتور يحيا فليتفضل مشكورا المايك مع سيادته كفا فضل شكرا لك دكتور فبشير فضل فان طيب ما أدري العرض ما ظهر يا دكتور أنا عندي خلاص أنا سبت حدك الشاشة شيريس كريم طيب الآن واضح دكتور واضح فان بأي طيب بزاكم الله خير أولا أشكر السادة القائمة على هذا المنتدى يعني تفضلهم بإتاحة الفرصة لي للمرة الثانية سأل الله الموزع عز وجل أن يكتب لنا ولهم التوفيق والسداد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وضرهم مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقبه منه طعف الطالب والمطلوب الجزء الأخير من الآية لعله يعني يتبدى في بعض معانيه فيما سأعرض إن شاء الله تعالى في الجزء الأخير من المحاضرة والله أعلم المحاضرة بأنواع متلازمة التلقيح بالذباب نبات الغلطي كحالة دراسة وفي الواقع أنا أخترت الموضوع هذا أولا يعني لسببين السبب الأول أنه البولينيشن بشكل عام من المجالات التي قل أن يطرقها الباحثين حتى على مستوى العالم يعني وبالذات في عالمنا العربي وبشكل خاص بعض مجاميع النباتات التي لها ملقحات خاصة مثل الفصيلة العشارية بعض أفرادها التي مختصة فقط في جذب الذباب والتلقيح بالذباب هذه المجالات من المجالات التي لازال الباب مفتوح فيها على مصراعيه وقلت مساهمة الباحثين فيها حالة أو وضع النبات الذي نعلمه أنه كائن ثابت لا يتحرك يستلزم أن هذه النباتات تتعرض لجميع الظروف البيئية وفي نفس الوقت بالنسبة لي التكاثر ليست كالحيوانات يعني تتحرك وترتبط بالوليف من أجل التكاثر كما نعلم إنما تبقى ثابتة ولابد لهذا الوضع الثابت لها من أن تجذب الملقحات لكي تأتي لها وتنقل الأمشاج من الأعضاء المذكرة إلى الأعضاء المؤنثة وفي هذا الصدد لا بد أن يعني يكون لها خصائص معينة لجذب هذه الملقحات سواء خصائص يعني لون أو رائحة أو الإغراء في النهاية بالطعام والذي قد يكون في النباتات في الأزهار النباتات بالذات إما أن يكون علىية حبوب لقاح أو رحيق في الأعمل أغلب من النباتات هذه القصائص جعلت العديد من النباتات يعني تملك تراكيب زهرية فريدة من نوعها لجذب هذه الملقحات بمكافآت مؤينة أو ما يدعى بالريويد وهي في النباتات تتركز بشكل يعني عام في النكتر اللي هو الرحيق وحبوب اللقاح مع ما يرافقهم من جواذب لونية ورائحة تجذب هذه الملقحات لتصل لأزهار النبات في بعض الحالات لا يكون هناك أي ريويرد أو أي مكافأة للملقحات وبدلا من ذلك يكون التلقيح على بعضه عبارة عن جذب بهيئة خداع أو ديسبشن للملقح بحيث أن النبات أو زهرة النبات تحاكي أشياء تجذب هذه الملقحات لها تحاكي اللون أو الرائحة أو حتى الملمس لبعض المواقع التي تجذب طبيعيا هذه الملقحات ولعل من أبرز الأمثلة للجذب بالخداع أو المحاكاة المثالين المعروفين موجودين المثال الأول في الفصيلة العشارية المتمثل في كاريون فلاور أو ما يدعى بأزهار الجيف أكرر أكرم الله السامعين لأنها تطلق رواح تحاكي المواد العضوية المتحللة والجيف النوع الثاني أيضا المشهور في هذا المجال الموجود في بعض النباتات الأوركيد وبالذات في جينس الأوفريس التي تحاكي فيه الزهرة الأنثى شكلا ورائحة من ناحية الفرمونات ولذلك تجذب الذكور ظنا من الذكور أنها فعلا إناث حقيقية وبالتالي تعمل التزاوج مها أو ما يدعى بالسفاد الكاذب pseudo-comulation وهذا بالتالي عند تنقل الذكر من زهرة إلى أخرى تضمن هذه الأزهار سبحان الله التلقيح التلقيح بشكل عام من الخصائص المميزة للعلاقات والمعقد للعلاقات بين النباتات وبين الكائنات الأخرى وبالذات الحشرات لدرجة أن بعض الحشرات متخصصة فقط للاغتداء برحيق أو حبوب لقاح الأزهار فقط ليس لها أي مورد غداء آخر وهذا يعني بالتالي يضمن التلقيح الكفء والفعال لهذه النباتات أيضا يعتبر التلقيح أحد أهم الميكانيكيات الموجودة في النظام البيئي بأكمله التي تضمن استمرار الحياة على الأرض لأنها تضمن استمرار النباتات وتكاثرها وبالتالي ما يعتمد على هذه النباتات من بقية الكائنات الحية أيضا يقدر بأنه من بين 75% إلى 95% من جميع النباتات على الأرض تحتاج التلقيح بمعنى تحتاج التلقيح الخلقي وليس الذاتي ولذلك فهي تحتاج الملقحات مع ما يترافق مع ذلك من جذب لهذه الملقحات بالخصائص اللونية والرائحة والملمس والعديد من المظاهر التي تجذب بها هذه النباتات أو أزهار النباتات الملقحات المختلفة إضافة إلى ذلك يقدر أنه ما بين واحد من كل ثلاثة أطعمة من التي نتناولها لم يكن لها أن توجد بدون التلقيح لأن الملقحات تساهم كما نعلم في نقل الأمشاج المذكرة حبوب اللقاح إلى الأمشاج المؤنف المياسم وبالتالي تضمن التلقيح تضمن الإخصاب تضمن تكوين الثمار والبذور بداخلها وبالتالي ما يتغبى على هذه الثمار والبذور من بقية الكائنات ولهذا فإن التلقيح بشكل عام يعتبر من يعني العلاقات أو نقدر نقول من الحلقات المهمة جدا جدا في النظام البيئي ليس لبقاء النباتات بل لبقاء العديد من الكائنات التي ترتبط مع هذه النباتات وترتبط معها بعلاقات معقدة يعني لم يكشف في الواقع منها إلا يعني مجال ضيط ضئيل جدا وهذا في الواقع مجال واسع يعني مجال التلقيح كما أصنفت الأبحاث العالمية لا تزال قليلة فيه وفي عالمنا العربي بالذات يعني لكاد يعني الموضوع يكون شحيح جدا جدا ونكاد لا نرى إلا يعني لباما من الباحثين من يطرق مثل هذه المواضيع باستفادة البولينيشن بيولوجي أو ما يدعى بالانتيكولوجي هو دراسة التلقيح العلاقة ما بين الأزهار وما بين ملقحات وهذه تعتبر جزء من مجال كبير يدعى بفلورال بيولوجيا أو بيولوجيا الإزهار في الواقع هذه الدراسة يعني تعتمد على الملاحظة الدقيقة في الحقل من قبل الباحث وهذه الملاحظة الدقيقة تحتاج إلى صبر وتحتاج أيضا إلى بعض التقنيات البسيطة التي يجب أن تتوفر لدى الباحث ولعل أهمها تقنيات التصوير لأنه معظم الملقحات كما نعلم حشرات والبالتالي تحتاج تقنيات تصوير معينة أنا في هذا السياق سأذكر تجربة القاصة ولا يعني يفهم من ذلك أنني يعني أعمل دعاية لبعض الماركات أو ما إلى ذلك أنا يعني في هذا السياق يعني أعبر عن تجربة يعني طويلة أكثر من خمستاشر عام في موضوع الدراسات الحقلية الخاصة بالأزهار والملقحات وما وجدته ما لمسته من بعض التقنيات التي ساعدت فعلا في هذه الدراسات أولا السويتاب الميكرولينز أو ما يدعى بالعدسات الميكروية وعدسات الميكرو هذه مهمة جدا جدا نظرا لأن الحشرات كما نعلم صغيرة ولإظهار التفاصيل الدقيقة لهذه الحشرات وعلاقتها بالأزهار وحملها لحبوب اللقاح وأماكن حملها لحبوب اللقاح يجب أن تتوفر مثل هذه العدسات مع أنه مؤخرا يعني أنا وجدت من بعض الزملاء أنهم ذكروا أن حتى الجوالات الآن في عدسات تباعوا بالإمكان أن تركب أو تضع على هذه الجوالات وتعطي يعني صور بديئة أو كبيرة وواضحة للأزهار والملقاحات لكن يعني يعيبها شيء واحد أن الزوم فيها زوم ديجيتال وليس بصري بمعنى أنه التكبير يكون تكبير رقمي وليس بصريا وهذا يؤاب عليه عدم الوضوح وبالنسبة لي ليس هناك أي بديل للطريقة الكلاسيتية المعروفة للعدسات البصرية من العدسات التي استخدمتها والمهمة أيضا لكل من يعمل في هذا المجال العدسة 105 وأنا يعني بشكل شخصي استعمل نيكون وهذا مرة أخرى ليست أبدا يعني دعاية لهذه الماركة ولكن هذه الماركة معروفة لكل المشتغلين في هذا المجال يميزها شيء يعني تعمل الشركة هذا يدعى بكلوز أب فلاش الفلاشات تركب على حلقة موجودة على العدسة الأمامية العدسة لعدسة الماكرو هذا من ميزات هذه الماركة نيكون أنها يعني الشركة عملت مجموعة من الفلاشات بالإمكان تركيب اثنين أو ثلاثة أو حتى أربع فلاشات وهذه طبعا بتعطي تفاصيل دقيقة جدا أثناء عمل الفلاش للأوبجيكت أو الجسم الصغير ويعني معظم الصور التي سترونها في هذا العرض كانت برفيقة الدرب أنا أسميها مائي اللي هي الكاميرا هذه مع هذه العدسة والصورة هذه بالمناسبة صورة في إحدى الجزر لتصوير إحدى الملقاحات ويظهر فيها الزميل الكريم من أستاذ دكتور تركو التركي ومعنا الزميل الكريم أيضا الأستاذ دكتور أسامة هندوي سيد من جامعة المينيا كانوا رفقاء درب جزاهم الله خير في العديد من الرحلات الميدانية هذا بالنسبة لتصوير المعروفة أيضا للنباتات الطيور وفي هذا الصدد بالإمكان استعمال أيضا عدسات تدعى بالتليفوتو لينز وهذه قد تكون يعني ثمنها باهب قليلا أنا بالنسبة لي أستعين بمن يعني يملك مثل هذه العدسات ومنحس الحظ أن أخي الأصغر من مصوري الحياة البرية عندنا في سعودية ووقت ما أحتاج يعني تصوير الطيور يعني أطلبه ويجي نجل الله خير ما يقصر ويعني العدسة التي يستعملها عدسة كما أصنفت سويتة بالتليفوتو لينز من 600 وما فوق 600 أو 800 مليمتر هذه طبعا بإمكانها أن تصور الطيور الطيور طبعا لا يمكن أن نقترب منها ونأخذ صورة واضحة ولذلك يجب تصويرها عن بعد مثل هذه العدسات هذه التقنيات التصوير التي تستخدم بكثرة في دراسات التلقيح وأهمها بالنسبة لي لأن أكثر الملقحات والأعمل أغلب منها هي الملقحات الحشرية هي عدسات المايكرو هناك عدة ماركات أنا أعرض في هذا السياق تجربة الشخصية مع أن يكون 105 مليمتر من التقنيات أيضا الهامة هي تقنية جمع الملقحات وبالذات الحشرية وهذه إما أن تكون بالشباك الملائمة أو بالنسبة لي أنا شخصيا أرى أن الشباك قد تضيع العديد من المواقف والحشرات فأنا بالنسبة لي أستخدم طريقة مبسطة القناني الفارغة قناني الماء الفارغة ويعني بعد ما أجمع الملقحات فيها عند الذهاب للمختبر عشان ألاحظ الحبوب اللي طاحوا أماكن ارتباطها بالحشرات أضع قطنة مبللة بالكلوروفورن لتخدير الحشرات ثم أستطيع فحصها تحت المجهر بحرية بدون أن تتحرك حتى ينتهي الفحصها أيضا من الطرق العمل التي استخدمتها في ما يتعلق بالدراسات الحقلية في البولينيشن أيضا من الأمور الأخرى التي تساعد الباحث إذا كان يبغى يعني يعمل بحث متكامل أنه أيضا حتى يحلل الرائح التي تنطلق من الأزهار ولعل أهم التجهيزات الموجودة إذا كانت موجودة في مراكز البحث أو في الجامعات التي يعمل فيها الباحث وهذه أتوقع أن يكون موجودة في معظم المراكز البحثية اللي هو جهاز الجي سي ماس وهذا خاص بتحليل الروائح ومن التقنيات المستخدمة لتحليل الروائح الزهرية تقنيتين خاصتين مرتبطين ببعضهم البعض التقنية الأولى يعرفها يعني المشتغلين في الكيمياء التحليلية هي تقنية الهيت سبيس يتم وضع الأزهار في حيز مغلق لمدة مثلا نصف ساعة أو ساعة ثم يتم وضع محقا في مكان معين يعني لا يكون عادة مفتوح له سدادة مطاطية ويصحب المحقا مع ما يحمله من روايح ثم يحقم مباشرة في الجهاز الجي سي ماس وهناك طريقة أخرى أبسط وهي استعمال أو ما يدعى بال وهي إبارة عن أنابيب كما ترون أنا استعملتها في البحث اللي أملته ولها غطاء بسدادة مطاطية تمكث الأزهار فيها تجمع وتركز بهذا الشكل ولمدة نصف ساعة أو ساعة وبعد ذلك يوضع محقا خاص بالجي سي ماس عادة من خمسين ميكرو لتر فأكثر ويتم سحب المحقا مع ما يحتويه من غازات محبوسة في الداخل وتحتوي بالطبع على الرائحة التي تطلقها الأزهار ثم تحقم مباشرة في الجهاز وبعد ذلك طبعا كما هو معروف يعطي الجهاز الدندرو أو يعطي الكروماتو جرام الخاص بالمركبات كل مركب له كروماتو جرام معروف وبالتالي يعطيك الأسماء بناء على الأقرب إذا كانت موجودة ومسجلة في مكتبة الجهاز وبالتالي بدرجة التقارب بعد مرة يعطيك لحد فوق خمسة وتسعين في المئة ستة وتسعين في المئة هذه عادة فوق ثمانين في المئة تعتبر من النتائج التي يعول عليها وبالذات يعني يعلم فعلا أسماء هذه المركبات وبعدما يعني نعرف أسماء المركبات هذه نستطيع بعد ذلك ربطها بجوادد التي تجذب هذه الحشرات والملقحات وبالتالي يعني يظهر أو تظهر المعلومات بشكل أكثر تفصيلا وتجمع مع الملاحظات الحقلية والصور التلقيح كما نعلم من حيث وسائل التلقيح أو الإيجنت للتلقيح انقسم إلى قسمين تكون وسائل إما أن تكون وسائل غير حيوية الأبيوتك بولينيشن سندرون وهذه بشكل عام تتمثل في الأنيموفيلي أو الأزهار هوائية أو ريحية التلقيح العديد من النجيليات كما تعلم التلقيح هيكون بهذه الوسيلة أو الهايدروفيلي اللي هي مائية التلقيح ولعل من أبرز الأمثلة نبات الباليسيريريا اللي موجود وملاحظ في الصورة وأيضا هذا النبات من النباتات التي تنتشر بكثرة في الحدائق المائية وفي بعض البراك وتباع أيضا في أماكن تربية الأسماك الطريقة الأخرى للتلقيح وهي العام الأغلب في النباتات هي التلقيح عن طريق العوامل الحيوية البيوتك بولينيشن سندرون وهذه بتنقسم إلى أربع أقسام أساسية القسم الأول اللي هو الإنتوموفيلي أو التلقيح الحشري وهذه أكثر الملقحات يعني كثرة وسيادة بالنسبة للأزهار المجموعة الأخرى الأورنيثوفيلي ومأخوذة من الأورنيثولوجي اللي هو علم الطيور أورنيثوفيلي للتلقيح بالطيور وهذه أيضا مجموعة أهمة جدا جدا المجموعة الثالثة أيضا الكيروبتيروفيلي أو التلقيح عن طريق الخفافيش المجموعة الأخيرة الثيروفيلي أو التلقيح عن طريق الثديات وهناك أيضا ملاحظات يعني بسيطة عن التلقيح بالزواحف ولو إنها ملاحظات محدودة ولكن هذه الأربع هي الأغلب التلقيح بالطيور من أبرز الأمثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية وفي شبه الجزيرة العربية عامة وفي أجزاء عديدة من الوطن العربي طائر التمير عندنا في المملكة العربية السعودية في شبه الجزيرة العربية هناك نوع مستوطن من طائر التمير يدعى بالتمير العربي الأريبيان سنبيرت والصورة هذه الموجودة أمامكم لطائر التمير صورت صورناها في شرق تهام الجهازان في يناير 2021 يعني قبل فترة بسيطة كنت دائما في الرحلات الميدانية ما ألاحظ هذا الطائر ولكن للأسف لم تكن توجد لدي التقنيات اللازمة للتصوير والتقريب حتى حصلت عن طريق الأخي على العدسة التي ذكرتها من ضمن التقنيات المستخدمة وبالتالي استطعنا تصوير الطائر ويعني تصويره بالدقة المطلوبة أثناء اغتدائه على النباتات التي تكون عادة بشكل أنبوبي وهذه من ميزات هذا الطائر هذا الطائر منتشر كما أسلفت في المملكة العربية السعودية شبه الجزيرة العربية وفي الوطن العربي عندنا طائر التمير الفلسطيني اللي هو باليستاين سان بيرد وفي إفريقا لوحدها خمسين نوع من السان بيرد من أبرزهم النايل فالي سان بيرد وكل هذه الطيور تشترك في أنها تتغذى بشكل أساسي على رحيق الأزهار وجزئيا أيضا على الحشرات اغتدائها على رحيق الأزهار هذا يؤدي إلى نقل حبوب اللقاح من نبات إلى نبات آخر وبالتالي تساهم في التلقيح هنا في هذه الصورة ذكر الطائر موجود على نبات الألو في شنالس طبعا زهرة الألوي كما هو معروف أنها زهرة أنبوبية ويعني في نهاية الزهرة توجد الغدد الرحيقي وفيها كمية كبرة من الرحيق طوال النهار الذكر الطائر يحوم حول مثل هذه الأزهار في وقت التزهير وليأخذ منها الرحيق وبهذا ينقل أيضا عرضا حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى معظم الأزهار التي يزورها أو كلها سواء كان هذا الأريبيا سن بيرد أو أي نوع من السن بيرد كلها أزهار أنبوبية ويتم نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى عن طريق يعني إدخال خرطوم هذا الطائر أو منقار هذا الطائر داخل الزهرة الأنبوبية لاستخلاص أو امتصاص الرحيق وبالتالي ينقل عرضا حبوب اللقاح من نبات إلى آخر هذه الصورة صورة مقربة للطائر وهو يمتص الرحيق من نفس النبات وهذه الصورة هنا تمثل القطاع طولي أملته في الزهرة واضح هنا طبعا في النقاط المتلألة هذه المتواحجة وجود أو تركز الرحيق في قائدة الزهرة التي يصل إليها الطائر هذا مثال من أمثلة التلقيح بالطيور والتي لا زالت الأبحاث فيها تكاد تكون شحيحة من ناحية الأنواع التي يزورها ومن ناحية ألوك حبوب اللقاح به ويعني من النواحي الإحصائية التي تتعلق بعدد الأزهار التي يزورها مجال مفتوح لا زال للباحثين على مصرعه التلقيح الحشري لعله من أو يعني يعتبر من أكثر أنماط التلقيح المنتشرة في النباتات وهو على عدة أنواع أو أقسام رئيسية تتعلق بنوع الملقح نفسه أهمها وأكثرها سيادة المليتوفلي أو التلقيح عن طريق الهامينوبترة اللي هي غشائية العجنحة وبالذات النحل والدبابير النحل والدبابير وبالذات النحل من أكثر الملقحات سيادة على مستوى المملكة النباتية كلها وهنا لا يعني لا أعني فقط النحل المستانس اللي هو الإبس مليفرة ولكن أنواع عديدة حتى من النحل البري فساهم بشكل كبير جدا في تلقيح الأزهار يأتي في المرتبة الثانية مباشرة الميوفيلي أو التلقيح بالذباب الذباب كأوردر يأتي في المرتبة الثانية بعد الغشائية تلاجنة النحل والدبابير في كثرة الملقحات الحشرية التي تزور الأزهار تأتي بعد ذلك بقية الحشرات يعني بشكل أو بآخر طباعا عندنا أيضا السايكوفيلي التلقيح بالفراشات الفلينوفيلي التلقيح بالعث وهذه عادة الكائنات الليلية الكنثروفيلي التلقيح بواسطة الخنافس ثم المرميكوفيلي أو التلقيح بواسطة النم من الأنواع التي كنت ألاحظها بشكل كبير جدا في أثناء الرحلات الميدانية في ربوع المملكة العربية السعودية التلقيح بالنحل البري وبالذات نحل يدعى بنحل العسل القزم أو الريد دورف هاني بيز من النوع إبس فلوريا وهذا النوع مصور في ساحل المنطقة الشرقية في عام 2011 نراه يعني يزور أزهار النباتات الملحية على الساحل وفي هذه الصورة يزور أزهار نباتات أو نبات السويدة في الميكولاتا ونجد أنه سلة حبوب اللقاح مليئة بحبوب اللقاح النبات من الأمثلة أيضا التي صادفتها بشكل كبير جدا أنواع من الفراشات من ضمنها فراشة الروع الصفراء من جينس كلوتس ونرى في هذه الصورة تمد خرطومها إلى نوع من الأكاشيات أكيشيا من ليفرة وبالتالي تساهم في تلقيح مثل هذه النباتات أيضا من ضمن الفراشات المنتشرة في الوطن العربي بشكل كبير جدا وليس فقط في المملكة العربية السعودية في شبه الجزيرة العربية الفراشة الشاحبة المهدبة من جينس أنتين ونراها هنا مادة خرطومها إلى الغدد الرحيقية الموجودة في قائدة نبات في قائدة الرأس السدائي الميسمي لنبات السينانكا فورش كاليانم ولعلنا نجد هنا في المكان الذي أشر فيه قطرات متوحجة تلمأ هذه يماكن تكوين الرحيق أيضا من أنواع الأثى المنتشرة في المنطقة العربية كلها وبالذات في المناطق الجافة الأثى القرمزية الرقطاء من جنس كيوتيتيسيا والصورة هذه من إحدى الجزر في البحر الأحمر في عام 2015 جزيرة صغيرة معزولة بيئيا ومن ناحية الأكو سيستيم يعني تباعها ومع ذلك تضمن النباتات ومن الكائنات التي تعيش على هذا النبات في تناغم وحلقات مترابطة ما يضمن سير النظام البيئي بأكمله ومن ضمن هذه الحلقات نبات الزيقوفيلم ألبم الواضح في الصورة والملقح الأساسي أو من الملقحات الأساسية له في هذه الجزيرة الصغيرة التي هي الأثى القرمزية الرقطاء وهذه أيضا أنا أعرضها لأنها من المجالات التي لا زالت بحاجة إلى البحث ويكاد يكون البحث فيها معدوما لا أقوم شحيحا إنما معدوما أيضا من أنواع الخنافس الملقحة عندنا الشيء الكثير كمثال خنفساء الأزهار البهلوانية الصورة هذه لنبات السينانكم فورشكاليانا من شرق تهام الجازان وهذه الصورة من أنيزة في منطقة القسيم في عام 2012 لنوع أو جنس آخر من الخنافس البهلوانية أيضا ينتشر بكثرة على نباتات الفصيلة المركبة الذباب يعتبر ثاني كما أسلفت أكثر الحشرات سيادة فيما يتعلق بزائرات الأزهار وبالتالي الملقحات مباشرة يعني يأتي بعد الهيمينبتر أو غشانية الأجنحة التي تضم النحل والدبابير الريويرد أو المكافآت التي يحصل عليها الدباب من انجذابه للأزهار أو من جذبه بوسط الأزهار هي عادة الحبوب اللقاح والرحيم وهذا بمساعدة العديد من المؤثرات والجوادب البصرية والكيميائية وحتى سبحان الله اللمسية عندما يقع الذباب على هذه الأزهار من الأشياء التي لا زالت لغزا فيما يتعلق بالتلقيح أن أكبر الأزهار في المملكة النباتية قاطبة وهي تيتن أروم والجينت بادام الموجودين في غابات إندونيسيا هذه الأزهار الضخمة تلقيحها الوحيد والأساسي بشكل كبير هو من الذباب وجزئيا من القنافس ولكن الملقحات الأساسية الذباب لأنها تطلب روائح تحاكي روائح الجثث واللحم المتحلل وبالتالي تجد بالذباب مخدوعا ظن منه أنها فعلا جثث متحللة أو لحم يعني متحلل وبالتالي تضمن مثل هذه الأزهار التلقيح عند انتقال الذباب من زهرة إلى أخرى لماذا مثل هذه الأزهار الضخمة؟ يعني تعتمد على الذباب هذا لا زال إلى الآن يتحدث عنه الباحثين بأنه لا يزال لغزا ليس معرفا لماذا هذه الأنواع الحشرية بالذات تعتمد عليها أضخم الأزهار التلقيح بالذباب كتخصيص هناك عدة تقسيمات بعض التقسيمات طبع الميوفلي اللي هو التلقيح بالذباب بشكل عام الزائر للأزهار والذي يعني يجدب إلى الأزهار ليلتقط الرحيق وحبوب اللقاح فقط وفي بعض الأحيان يربط معه الميوفلي يكون على نوعين في بعض المراجع إلى حد الآن لأن المجال لا زال مجال يعني يحتاج من الباحثين الشئ الكثير بعض المراجع تذكر الجينيرال ميوفلي ثم السابرو ميوفلي وبعض المراجع تذكر أن الفلاي بولنيشن بشكل عام عبارة عن ميوفلي اللي هي زائرات الأزهار التي تزور الأزهار فقط من أجل حبوب اللقاح ومن أجل الرحيق وهي تعلم أن هذه الأزهار جاذبة فقط لهذين المكافأتين اللي هم حبوب اللقاح أو الرحيق أو كليهما ثم النوع الآخر السابرو ميوفلي وهي أنواع الضباب التي عادة ما تزور المواضع التي توجد فيها جثث أكرم الله السامعين أو مواد أبوية متحللة وبالتالي عندما تزور الأزهار تزور الأزهار نتيجة لإطلاق هذه الأزهار لمؤثرات شمية وبصرية وحتى لمسية ظنا من هذه الأنواع من الضباب أن هذه الأزهار فعلا مواضع ملائمة لاغتدائها أو لوضع البيض سواء كان لحم متعفن أكرم الله السامعين أو جثث أو إلى آخره ولا يدور بخلدها أبدا أن مثل هذا التلقيح هو عبارة عن مؤشرات خداع لجذب هذه الأنواع من الضباب النوع الأول الميوفلي الذباب يعلم أنه ينجذب إلى أماكن توجد بها يعني كميات من الرحيق أو حبوب اللقاح أو كليهما النوع الآخر السابروميوفلي ينجذب مخدوعا ظن منه أن مثل هذه المؤثرات البصرية والشمية واللمسية بعد ذلك أنها مواد عضوية متعللة النوع الأخير وفي بعض المراجع يدعى بالمايكرو ديبترا وفي بعض المراجع كليبتو مايوفلي وهذا عادة نوع صغير من الذباب ولعل هذا ما يعطي الإسم مايكرو ديبترا بينما السابروميوفلي والمايوفلي يدعى بالماكرو ديبترا اللي هما الذباب الكبير لأن أحجامهم أكبر من هذا الذباب الصغير فبعض المراجع تذكر الكليبتو مايوفلي أو تذكر المايكرو ديبترا في البولينيشن القاص ببعض النباتات ولعل من أبرز الأمثلة مثال لنباتات من الفصيلة العشارية أيضا وهو جنس السيروبيجيا الواضح في الصورة أو زهرة المشكال هذه من الملاحظات الحقلية ومن أنواع الذباب المنتشرة بكثرة في عالمنا العربي وفي شفها الجزيرة العربية وعندنا هناك العربية السعودية العديد من أنواع السيرفيدي هذه الصورة من شمال الرياض لأحد أنواع السيرفيدي الملقح لزهرة من أنواع الفصيلة المركبة ولعلنا نشاهد حبوب اللقاح عالقة على الرأس والصدر للذبابة وقرون السعار أيضا من أنواع الذباب أيضا في المناطق الصحراوية بعض الذباب الزائر لأنواع من الكونفولفولوس مثل ذباب الأنف الواضح في الصورة من جنس الرينكوميا وهذه الصورة من شمال الرياض في عام 2011 أيضا أيضا من ضمن أنواع الذباب الذباب الحوام ذو الأعمى الكبيرة المنقطة من جنس إريستالينم أو إريستالينس وهذه الصورة من ساحل المنطقة الشرقية في عام 2011 عاش واضح أن الذباب يزور النبات هذا النبات الملحي اللي هو السويدة فيرمي كولاتا من أجل حبوب اللقاح واضح أن حبوب اللقاح كما هو يعني يظهر في الصورة منتشرة بكثرة على شعيرات وخرطوم الذبابة وبالتالي تساهم هذه الأنواع من الذباب في نقل حبوب اللقاح من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنثة وبالتالي تضمن مثل هذه النباتات التلقيح وأيضا تعطي الريويرد أو المكافأة للذباب الزائر لا سواء من حبوب اللقاح كما هو واضح في الصورة أو الرحيق أو كلهما هذه الصورة من شمال المملكة العربية السعودية للذباب الأزرق من جنس كريزوميا على نبات الغرقد اللي هو النيتريريا ريتوزا المنطقة صحراوية جافة فيها بعض الشجيرات المتفرقة من النيتريريا ريتوزا ومع ذلك يعني نرى الذباب الأزرق من ضمن الجوادب التي تقبل على هذا النبات وأزهار هذا النبات واضح في الصورة انتشار حبوب اللقاح على شعيرات الذباب وبالمناسبة الذباب الأزرق الجوادب الأولية له ليست الأزهار أو الرحيل كما نعلم الذباب الأزرق والذباب الأخضر أيضاً ذوي الألوان المعدنية الخضراء والزرقاء من الذباب من أنواع الذباب التي تنجذب أيضاً بالشكل كبير جداً للجثث في مثل عند أهلنا وأحبابنا في أرض الكنانة إذا في أحد مثلاً يبغي يبين مكان يعني لا يصل إليه أحد أو بيخبئ شيء معين في مكان لا يصل أليه أحد يقول يعني ما يصل إليه ولو حتى الذباب الأزرق لأنه فعلاً يعني في بعض الأحيان المنطقة جافة طاحلة وبمجرد وجود جثة أو مادة أضوية متحللة فجأة نجد أن الذباب الأزرق أو الأخضر المعدني يعني برز وكأنه برز من العدم لها وهذا طبعاً يؤكد أن مثل هذه المؤثرات الشمية فعالة جداً جداً لأعضاء الحس لمثل هذا أو لمثل هذا الذباب أو هذه الحشرات بالتالي تنجذب إليها من مسافات بعيدة قد يعني تعدي عشرات الأمتار كما يقول بعض العلماء المثال الأخير في هذا السياق وهو الذي سأركز عليه السلايدات والكلام بعد كذا هو مثال نبات الكراللومة كيوتنجولا المثال الذي موجود في عنوان المحاضرة وهنا في هذه الصورة الذباب المنزلية مسكة دوميستيكا على أزهار الكراللومة كيوتنجولا وهذا النبات عملت عليه فترة طويلة نشرت فيه بحثين في عام 2011 بحث في مجلة جامعة جازان مع زميلة كريمة من جامعة جازان وبحث آخر أيضا في مؤتمر الجمعية السعودية السادس والعشرين في عام 2011 الذي يقيم في الطائف والملاحظات الحقلية مع هذين مع ملقص من هذين البحثين هما ما سأعرضه إن شاء الله في هذا السياق في القادم من الوقت الأزهار كما نعلم تضم الأجزاء المذكرة والأجزاء المؤنثة الأجزاء المذكرة المعروفة اللي هي الأسدية ومجموعها بشكل عام الأجزاء المذكرة اللي هو الأندريشيوم بينما الكرابل أو المتاع التي تدعى الجينيشيوم هي الأجزاء المؤنثة المعروفة في الأزهار وتركيبها معروف يعني في معظم الأزهار من العديد من الفصائل الفصيلة العشارية سابقاً طبعاً الآن أصبحت تحت فصيلة تنضم تحت لواء الفصيلة الأبوسينية تدعى بتحت الفصيلة العشارية والأسكليبيا دويدي أس 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 أب فاميلي تحت الأبوسينيسي أس أبيك فاميلي هذه الفصيلة تشد قليلاً في التركيب الزهري عن معظم النباتات الأخرى في أن الجينيشيام العضو المؤنث والأندريشيام العضو المذكر يتحدون في عضو واحد مترابط تركيبياً ووظيفياً أيضاً يدعى بالجينوستيجيام أو الرأس السدائي المتاعي لأنه يضم كل من المتاع والطلع في تركيب واحد يدعى بالجينوستيجيام وهذه من التصائص التي تميز تحت الفصيلة العشارية والجينوستيجيام يتباين تركيبه في النباتات العشارية ليس فقط من جنس إلى جنس بل حتى أيضاً من نوع إلى نوع وهذا قد يعني يضيف إلى حد ما إلى صعوبة الأمل على هذه النباتات من ناحية أنه تحتاج إلى التدقيق والملاحظة الدقيقة لمعرفة أماكن وجود الكتل اللقاحية لأن كما يعني نعلم وكما سعرض يعني بعد قليل حبوب اللقاح توجد في مثل هذه النباتات ككتلة لقاحية شمعية ولا توجد كحبوب اللقاح مستقلة التنوع الكبير للفصيلة العشارية أدى إلى التنوع الكبير أيضاً في التركيب الزهري وبالتالي التنوع في الجينوستيجيام أو الرأس السدائي المتائي سواء في الأنواع الشجيرية والعشبية أو حتى في الأنواع العصارية المعروفة من أمثال أجناس الكراللومة والهورنية والسيروبيجية حبوب اللقاح في الفصيلة العشرية كما أسلفت توجد كما نعلم على هيئة كتلة لقاحية تدعى بالبوليناريم كل بوليناريم يضم two bulinia bulinia مرتبطة من جانب وبولينia أخرى مرتبطة من جانب آخر بتركيب يدعى بالكربوسكولم أو الموصل الموصل له ذراعين ذراعين توصيل تدعى بالكاودكل أو الترانسليتور هذا هو التركيب المميز للحبوب اللقاحية في أو للحبوب اللقاح في الفصيلة العشرية عبارة عن كتل لقاحية وليست حبوب اللقاح مستقلة كما نعلم في بقية النباتات التنوع الكبير في مظاهر النباتات العصارية أدى إلى هذا التنوع الزهري وبالتالي أدى إلى صعوبة التعامل معه من ناحية احتياجها إلى ملاحظات دقيقة لمعرفة يعني فعلاً أماكن وجود هذه الكتل اللقاحية في مركز الزهرة أو في الرأس السداء المتاعي وأيضاً في موقع حبوب اللقاح في الرأس السداء المتاعي وفي مواضع هذا الرأس السداء المتاعي وما يضمه من كتل لقاحية معظم الترائب الأسكليبيديسي يتم تلقيها بشكل أساسي بالهيمينوبترا والليبيدوبترا بالذباب بعفون النحل والدبابير وأيضاً بالليبيدوبترا وهي الفراشات الأعم الأغلب وهذا في غير النباتات الأصارية في غير الترائب الأصارية أما الترائب الأصارية وهي النباتات المتشحمة واللحيمة من الفصيلة الأشارية فهي تدعى بالستابليات أو الاستابلياي وهي تضم السوق الأصارية أو أعضاء السوق الأصارية من تحت الفصيلة الأشارية وهذه تلقيها بشكل أساسي يكون فقط بالذباب لا يتم تلقيها الأنماط الأصارية من الفصيلة الأشارية أبداً لا بالنحل والدبابير ولا بالفراشات بل إنما بالذباب فقط وهذه أيضاً من القصائص المميزة للأنماط أو الأنواع الأصارية من الفصيلة العشارية وتنوعها كبير عندنا في العالم العربي وفي شبه الجزيرة العربية وبالذات في جنوب غرب المملكة العربية سعودية وشبه الجزيرة العربية من العمثل الموجودة بكثرة مونوناً لوما كوادرانغولا والكرفل ما شتبانا الكرفل ما إيديوليس الدوفيليا في اليوتينا الكرفل ما صبيولاتا ثم النبات الذي عملت عليه والذي سأركز الحديث عنه في ما يلي من الوقت اللي هو الكرفل ما أكيتانغولا الذباب كما أسلفته من الملقحات الأساسية لهذه الأنماط العصارية من النباتات والذباب كما هو معلوم له أعضاء حس تعتبر من ناحية معيشته ومن ناحية خصائصه الفيسيولوجية والسلوكية تعتبر متطورة جدا جدا خصائص هذه الأعضاء الحس في الدباب سواء كان أعضاء الرؤية التي تعطي حيز كبير للرؤية وبالذات لتحديد الأجزاء المتحركة وأيضا بالذات لتحديد شيء نسميه تحليل آفاق الرؤية تحليل آفاق الرؤية يعني إحنا لما يكون الواحد مننا في سيارة مسرعة مثلا أو في قطار مسرعة الأجزاء القريبة منه من النافذة لا نستطيع مشاهدتها بشكل واضح لماذا؟ لأنها تمر حوالين أو تمر من كادر الرؤية لدينا بسرعة نحن نعرف أن في السينما مقدار سرعة الصور في الكادر 24 صورة في الثانية هذا شيء معروف للمشتغلين في السينما وبالتالي هذه سرعة الكادر أو سرعة مرور الصور هي التي تعطينا الرؤية الواضحة التي نرى بها الصورة بنعومة الصورة المتحركة بنعومة بدون أي تققير إذا زادت ستزيد نعومة الصورة أكثر ولكن لا نستطيع إذا كنا مسرعين أن نلاحظ مثل هذه الصور لأنها تمر من أمام أعيننا بسرعة الذباب بالمقابل لديه بدلاً عن كتمثيل 24 صورة في الثانية الواحدة لديه ما يماثل كما يقول العلماء 200 صورة في الثانية الواحدة ولكم أن تتخيلوا مئتا صورة في الكادر الواحد الثانية الواحدة كيف سيكون نظر مثل هذه الحشرات للأجزاء المتحركة عندما يكون الذبابة أو الحشرة متحركة بين أزهار أو بين نباتات سيكون تمييز أو تحليل آفاق الرؤية يعني اللي يشتغلون بهذا المجال يعني يدعونها بهذا المصطلح تحليل آفاق الرؤية أو أناليسس أوف هيريزونز فيجن يعني الفيجوالي تركين أو الرصد البصري بيكون آلي جداً جداً في مثل هذه الحشرات وهذا طبعاً بيساعدها على البحث عن أماكن الغداء الملائمة لها وبالتالي يساعدها في مائشتها إضافة إلى ذلك أعضاء الحس من الأخرى كالذوق والشم تكون متطورة جداً جداً في هذه الحشرات وحتى على مدى يعني جزيئات قليلة من الأجزاء المتطائرة في الهواء تؤثر بشكل كبير على أعضاء الحس المنتشرة على قرون الاستشعار وعلى الملامس الفكية وأيضاً على الأقدام لأنه يميز الذباب أن أعضاء الذوق توجد إضافة إلى الملامس الموجودة في الخرطوم توجد أيضاً في الأقدام أعضاء الذوق توجد أيضاً في الأقدام وهذه أيضاً متطورة وتساعد الذبابة عندما تضع أو تحق أو تقع على الجسم المعين تتلمس إذا كان محلول سكري أو ما إلى ذلك وهذا يساعدها بالتالي في اغتداءها وفي حياتها العقل إضافة إلى ذلك كما أسلفت طيرانها طيران سريع جداً واحتساء يعني إحساسها بالمؤثرات كما نعلم البيئية فيما حولها إحساس من ناحية يعني انتشار الشعيرات الحسية على جسمها إحساس عالي جداً حتى بمقدار يعني اختلافات ضئيلة في الضغط ونحن نعلم أنه من الصعب أنك يعني تمسك أو تقع على ذبابة إلا إذا كان يعني السرعة عالية أو نستخدم المنافض التي تكون عادة يعني مفرغة أو على هي شبكية حتى لا تؤثر على الاختلافات الضغط وبالتالي يعني تشعر بها الذبابة المحصلة أنه الذباب له أعضاء حس متطورة جداً جداً فيما يتعلق بمعيشته وهذا التطور وهذه القدرات المذهلة للذبابة يعني يستغلها سبحان الله النبات الذي سأذكره بعد قليل من هذا النباتة التي يعني درستها باستفاضة يستغلها بشكل مذهل جداً جداً وكأنه يعلم يقيناً مقدار التعقيد الوظيفي والفيسيولوجي والعصب الحسي لهذه الكائنات سبحان الله الجوادب المعروفة للذباب هي جوادب بصرية الألوان والشكل وجوادب كيميائية من ناحية الروائح وأيضاً الذوم وجوادب لمسية من ناحية أيضاً السبستريت الذي يقع عليه الذباب هذه الأنماط الثلاثة من الجوادب يستغلها بعض النباتات ومن ضمنها النباتة التي درسته تستغلها بشكل مذهل جداً جداً لدرجة أن الذبابة تنجد بمخدوعة تماماً وكأن هذا الجوادب تحاكي تماماً الأنماط من البيئات التي يبحث عنها الذباب سواء كانت جثث متحلل أكرم الله السامعين أو لحم متعفن أكرم الله السامعين أو جروح متقيحة فيما يدعى بالمياسس أو التدويد كما يعلموا علماء الحشرات أو حتى مواد عضوية متحللة ولا يدور في قلده أنها عبارة عن إشارات خداع تطلقها هذه الأزهار حتى تجذب هذا الذباب بهذه الجوادب وبالتالي تضمن التلقيح عند انتقال الذبابة من زهرة إلى أخرى النبات الذي سأركز عليه الحديث فيما يلي من الوقت الكرالوماكو تنقلا وهو الذي نشرت فيه البحثين الذين ذكرتوما سابقاً الكرالوماكو تنقلا الصورة هذه تمثل النبات في بيئتي الطبيعية شرق تهامة المنطقة الجنوبية ويكون عادة مترابط مع نيرس أسوسييشن سواء كان نيرس هذا من الأكاسيات لأنها منتشرة بكثرة أو حتى صخور وهذه من الخصائص المميزة أو من التسهيل الفاسيليتيشن الموجودة في هذه النباتات للنمو تحت حاضن معين أو ما يدعى بنيرس أسوسييشن أزهار النبات عند الإزهار والإزهار عادة يكون في نهاية موسم أو بداية موسم الأمطار في نهاية فصول فصل الصيف عادة ما بين نهاية أغسطس وبداية أكتوبر يزهر النبات وأزهار يكون على هيئة هامات كروية كبيرة متوسط الأزهار في هذه الهامات تقريبا 112 زهرة موجودة بشكل كرة كاملة في اتجاهات متعددة كرة كاملة يعني تأتي إطلاق للرائحة على الاتجاهات كلها على 360 درجة وبالتالي تعزز من انتشار الرائحة في كل الاتجاهات وامتلاك النباتات للهيد هذه المنتشرة أو الرؤوس الزهرية المنتشرة بكثرة كمواضح في هذه الصورة بهذا التركيب يؤزز من إطلاق الرائحة يعني حوالين النبات لمسافات مؤتبرة وبالتالي تجذب الملقحات من الذباب حصرا من الذباب حصرا وفي الصورة هذه نجد نوعين من الذباب نوع من الذباب الصغير بالإضافة إلى المسكة دوميستكة الذباب المنزلي ونجد في هذه الصورة نوعية الذباب الذباب الأخضر وذباب اللحم الكارلومة كوتنغولا ينتشر في المناطق الجافة ابتداء من غرب إفريقيا وفي المناطق في الحزام الجاف إفريقيا شرقا إلى أن يصل إلى شبه الجزيرة العربية هذا وكل توزيع نبات الكارلومة كوتنغولا وبالذات في النطاقات الجافة ولأن الذباب من أكثر الحشرات انتشارا في البيئات الجافة فلعل الاعتماد على مثل هذه الحشرات هو أفضلية كبيرة لهذا النبات لضمان تلقيحه بالشكل الأمثل وبالتالي ضمان تكوين الثمار والبذور بعد ذلك ثم انتثار البذور وانتشار نوع النبات عندما درست أنواع الملقحات من الذباب أو الزائرات إن صح التعبير من الذباب التي تزور هذا النبات وجدتها في الأعمل أغلب من خمسة أنواع أساسية المسكة دومستيكا الدباب المنزلية الكريزوميا مارجيناليس الدباب الأزرق الكريزوميا البسيبس الدباب الأخضر ثم ذباب اللحم الساركوفاقا هايمرودوليس ثم الذباب الضاربة من جينس والفارتية وأيضاً مما يثير الانتباه أنني وجدت أن معظم الزائرات هي من الإناث طبعاً قد يعني يتساءل البعض أنت كيف تعرف الأنثى من الذباب وهذه طبعاً معروفة الفراغ بين العينين إذا كان كبيراً تكون أنثى وإذا كان الأعين المركبة أو العينين المركبتين متقاربتين تكون ذكراً وهذه معروفة لعلماء الحشرات والمشتغلين في هذا المجال معظم الزائرات من الإناث معظم الزائرات من الإناث كما نرى في القراف في الرسم البياني الخطوط الحمراء تمثل الزائرات من الإناث الزرقاء الزائرات من الذكور ونجد أن في الخمسة أنواع بشكل أساسي الإناث متواجدة بل إنه تكون بنسبة 100% في كل من الساركوفاقا في مروداليس وفي جنس والفرتيات تكون فقط من الإناث وهذا أيضاً له ما يبرره لأن هذه الجوادد كما أسلفت تحاكي المواد الأضوية المتحللة والمواد الأضوية المتحللة كما هو معلوم تحاكي أماكن وضع البيض للإناث الحبالة الأوفي بوزيشن سايت للإناث الحبالة وبالتالي تزور هذه الإناث منجذبة بمثل هذه الجوادد البصرية والشمية وبعد ذلك اللمسية ظن منها أنها جثث متحللة أو جروح متقيهة أكرم الله السامعين أو مواد الأضوية متحللة يتضع عليها بيضها وبالتالي يفقس بعد ذلك عن المقوتس أو عن اليرقات التي تتغذى على المواد الأضوية المتحللة كما هو معلوم ولذلك أكثر الزائرة هي فقط من الإناث الأجيب أنني لم أشاهد أبدا على أي زهرة من هذه الأزهار بيضا وهذا أيضا يؤكد من ناحية أخرى المعلومة التي تقول أن الإناث الحبالة عندما تزور منطقة أو مكان معين تتوقع أنه مكانا لمواد أضوية متحللة عندما تقع على هذا المكان يساعدها في ذلك أعضاء الحس الموجودة في أجسامها من ظنها أعضاء التذوق الموجودة في أقدامها وأيضا تتحسس بآلة وضع البيض الموجودة في مؤخرة الدبابة التي تدعى بالأوفي بوزيتورز أو آلة وضع البيض آلة وضع البيض هذه عندما تتحسس السبستريت أو المكان لمسيا إذا لم يكن هناك سبحان الله يعني تركيز معين من الكاتايونات وهذا عادة يوجد في الجثة المتحللة ويوجد في المواد الأضوية المتحللة الحيوانية ويوجد في الجروح المتقيحة إذا لم توجد مثل هذه التراكيز من الأيونات لا يمكن أن تضع البيض أيضا لا يمكن أن تضع البيض على لحم جاف يعني اللحم الناشف لا تضع عليه البيض أبدا وهذا لعله السبب لا حتى لم أجد أبدا أي بيض لأي أنثى على زهرة من الأزهار التي كنت ألاحظها منذ أن بدأت العمل على الترقيح وعلى هذا النبات وإلى يعني يومنا هذا اللهم إلا مرة واحدة فقط ولعل الذبابة يعني في ذاك الوقت كانت مزنوقة شوية يعني فكان لابد أنها تضع البيض فيما عدا ذلك لا يمكن أن يضع أو تضع الإناط الحبالة البيض على منطقة جافة مثل بتلات هذه الأزهار الأزهار كما أسلفت عبارة عن أزهار النبات عن رأس كروي يعني كثيف يضم تقريبا في المتوسط ما بين 100 إلى 112 زهرة هذا هو تركيب الزهرة هذه زهرة مفردة هذا تقريب للزهرة هذا الجينوستيجيوم كاملا ويضم الاستيجماهيت أو الرأس الميسمي ثم البولينيا الموجودة خمسة بولينيا توجد على جوانب هذا الرأس ثم الاستاملة الكورونا أو الإكليل السدائي الذي يعني يتبادل مع مواقع البولينيا والإن هذا اختصار للنكتر كافيتي أو الفجوة أو الحجر اللحيقي الرحيقية عبارة عن حفر أو فجوات توجد على جوانب الرأس الميسمي هذا مقطع طولي في الزهرة هنا المبيض الأوفري ثم السبلات وهذه فصوص البتلات الكورونا لوبس ثم الاستيجماهيت والذي يمثل جزء المركزي من الرأس السدائي المتاعي وعلى جوانب الخمسة حجرات الرحيقية اللي هنا واضحة مضحة هنا بالإنس في اختصار نكتر كافيتي وفي جوانب الاستيجماهيت يوجد تركيب يدعى بالقايد ريلز القايد ريل هذا عبارة عن شق في هذه الصورة واضح من الأمام وفي هذه الصورة واضح من الجانب القايد ريل هذا عبارة عن شق موجود في الجانب هذا الشق يتسع من الأسفل ثم يضيق تدريجيا إلى الأعلى في نهاية هذا الشق نرى هنا قطرة من الرحيق واضحة هنا يعني تلمع مع ضوء الفلاش الرحيق الموجود في داخل الشق هذا والشق الموجه يدعى بالعربي أو القايد ريل موجود داخل القايد ريل عشان يساعد بعد ذلك عند ارتباط الكتل اللقاحية يساهم في تعزيز بروز أنابيب الإنبات من أعراف الإنبات بعد ذلك للوصول إلى الأوفري وإتمام التلقيح كما أن الزايد منه يقطر داخل قاع الحجر الرحيقية وبالتالي يساهم في زيادة الرحيق في جوانبها وهذا أيضا يساهم أكثر وأكثر في إنجذاب الذباب كما سنرى لاحقا إن شاء الله هذه صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح للكتلة اللقاحية هنا عندنا الترانسليتور أو الموصل مع الترانسليتور أرم اثنين من الترانسليتور أرم والكتلتين اللقاحيتين المرتبطتين بالموصل وفي طرف الكتلتين اللقاحيتين جزء يعني مستطيل قليلا وصلب نوعا ما يدعى بالجرميليشن كريست أو أعراف الإنبات هذا الجزء بالذات هو الذي يرتبط بالشقة الموجهة من الأسفل إلى الأعلى عندما يرتبط بخرطومة الذبابة وتدفع الذبابة خرطومة كما سنرى إلى الأعلى وبالتالي يضمن النبات أنه يرتبط الجرميليشن كريست هذا الموقع بالذات المصمم سبحان الله خصيصا للعلوق في هذا الشقة الموجهة من الأسفل حيث يتسع الشقة إلى الأعلى وبالتالي تدفع الذبابة رأسها بقوة أكبر وبالتالي ينفصل هذا الجزء عن الترانسليتور ويبقى مرتبطا بالشقة الموجهة وبعد ذلك عن طريق السائل الرحيقي يتعزز بروز أنابيب الإنبات ثم امتدادها للوصول إلى البويضات في المبيض وضمان التلقيح بعد ذلك في هذه الصورة نجد الذبابة وهي تركز نشاطها حوالين الرأس السدائي المتائي وبالذات في فجوات الغدد الرحيقية لأنه في أثناء زيارة الذباب يبدأ بعدما يقع على هذه الأزهار منجذبا بالرائحة وباللون ثم بعد ذلك بالملمس الذي يحاكي ملمس اللحم المتغضن المتحلل يجد أنه بحركته يجد أنه هناك رحيق في هذه الغدد الرحيقية عن طريق من خلال يعني ملاحظاتي من خلال ما أرى من حوم أو نشاط الذباب عن طريق أقدام الذباب التي تتلمس عرضا بعض المواقع ومن ضمنها الشقة الموجه المليء بالرحيق ومن ضمنها أيضا جدران الفجوة الرحيقية ولأنه معروف في سلوك الذباب فيسيولوجيا أنه عندما تتلمس الذبابة بعض الأماكن وتوجد بها يعني سوائل سكرية أو مواد من التي تقبل عليها الذباب وبالذات السوائل السكرية مثل هذه السوائل عادة تحفز شيء يعرف باستجابة مد البوز استجابة مد القرطون في الذبابة يحفز باستشعارها لسائل سكري أو طعم حلاوة عن طريق المستشعرات الحسية الموجودة في الأقدام وبالتالي مباشرة يبرز خرطوم الذبابة وتبدأ البحث عن مصدر هذا الرحيق وعندما تجد أن مصدره من الشقة الموجه تبدأ ب يعني تركيز نشاطها في هذا الجزء المركزي الذي يحوي الشقة الموجه وتمد خرطومها داخل نيكتر كافيتي أو حجرات الرحيق حجرات الرحيق هذه فتحاتها أصغر بكثير من رأس الذبابة وبالتالي لا تستطيع الذبابة إدخال رأسها بالكامل وتضطر إلى إدخال فقط الخرطوم بل إلى مد الخرطوم للوصول إلى أكثر ما يمكن من الرحيق مد الخرطوم في هذا النطاق الضيق هو ما يعول عليه النبات وهو المطلوب المنطقة ضيقة جدا الخرطوم هو يمتد يعلق يعني شاءت الذبابة أم أبت بالكتل اللقاحية أثناء صعوده ثم تعلق بخرطوم الذبابة تزور الذبابة حجر رحيقية أخرى وتكرر النفس العملية ثم ترتفع بخرطومها وبالتالي تعلق أعراف الإنبات بالشقة الموجه الذي ذكرته قبل قليل وبالتالي يضمن النبات أو تضمن أزهار النبات التلقيح أيضا من المظاهر الموجودة في الأزهار وجود عند تكبيرة بالمجر الأبتروني ما صح كما واضح في هذه الصورة وجود العديد من الباب اللاي أو الحليمات هذه الحليمات هي غدد الرائحة أو كما يعرف في أزهار النباتة بالأزنوفورز غدد الرائحة هذه لها شكل حبيبي أو حليمي وهذا يعني يزيد من المساحة السطح التي تطلق منها مثل هذه الرائحة إضافة إلى ذلك في هذا المقطع الطولي في هذه الصورة الحليمات يتركز في جواتها الأصارية صبغات الأنتوسيانين صبغات الأنتوسيانين الواضحة في هذه الصورة المكبرة لونها أرجواني فاتح ولكن اللون الكامل للزهرة أرجواني داكن يحاكي صورة هذه في الأسفل اللحم أو اللحم المتعثل يحاكي تماما لو تلاحظون ليس فقط لونا إنما لونا وملمسا سبحان الله مع أنه الصبغة حمراء فاتحة أو أرجوانية إلا أنه الخشونة الموجودة في سطح النبات الناشية عن كثرة عدد هذه الحليمات وما يعمله الضوء عليها عندما ينعكس يعني يعطي تأثيرا ضوئيا يأتي تركيز للصبغة فيزيائيا إن صح التعبير أكثر منه كيميائيا وبالتالي تظهر الأزهار من بعيد وكأنها داكنة مع أنه اللون الأساسي هو لون أرجواني وهذا أيضا مما يزيد من الاقتصاد في المصادر ويزيد من يعني فعالية التلقيح في هذه النباتات الحليمات هذه أيضا هذه الصورة هنا عملتها في بداية الأنفيسس أو بداية الإزهار بعد ما تفتح الإزهار مباشرة نجد أنه في قائدة الحليمات أثناء بعد الصبغ باليود توجد العديد من حبيبات النشا في نهاية الأنفيسس أو عند ذبول الأزهار في هذه الصورة أيضا مصبوغة باليود لا توجد تقريبا ولا حتى حبيبات نشا واحدة وهذا يؤكد ما هو مكتوب في المراجع من أن الأزموفورز تطلق الرائحة عن طريق أخذ الطاقة وبناء حبيبات أو بناء مركبات الرائحة عن طريق أخذ الطاقة من حبيبات النشا التي تتركز في قائدة الأزموفورز أو غدد الرائحة وبعد ذلك طبعا بالارتباط بالأكسجين تنفس طبيعي وحصول على طاقة والطاقة التي تستخدم في بناء المركبات العديدة التي تحاكي المركبات الأضوية المتحللة التي ينجذب لها بباب ثم تطلقها من الحليمات في الأعلى ومن الأسفل الصورة هذه تبين سطح الزهرة من الأسفل توجد عندنا بعض الثغور هذه الثغور يعني يعتقد في نباتات أخرى وأتوقع نفس الشيء في نبات الكرالوماك تنقل أنها يعني يبرز أو يخرج منها ثانيك سيدر كربون الناتج عن الحصول على الطاقة من حبيبات النشا وبعد من ضمن التحاليل التي قمت بها لحبيبات أو لغدد الرائحة أنني يوجدت من ضمن المركبات الموجودة بكثرة ثانيك سيدر كربون كما هو واضح في الجي سي ماس كروماتوبرام الموجود أمامكم في الصورة كان ثانيك سيدر كربون من ضمن المركبات العالية جدا الموجودة بكثرة وهذا لعله يؤكد ما سبق من أنه يعتبر بايبرودكت أو منتج ثانوي يخرج من الثغور من أسفل البتلات بينما تطلق الرائح من الأعلى والعجيب أنه أيضا ثانيك سيدر كربون من الجوادب المعروفة للذباب الذباب يقبل على الرائح المعروفة للمواد الأضوية المتحللة وأيضا يقبل على الأماكن التي توجد فيها الحيوانات نتيجة لنفس الحيوان الخارج ثانيك سيدر كربون الخارج وهذا سبحان الله من أيضا من الاقتصاد في المصادر النبات يستفيد من خروج تاليكسي الكربون ليس لأنه بايبرودكت أو منتج ثانوي لا يستفيد منه إنما أيضا يعتبر كجاذب مهم ثانوي إضاف إلى الجوادب الأساسية للرائحة من ضمن المركبات التي وجدتها عند تحليل الروائح بالجيسي ماس بعض المركبات طويلة السلسلة مثل الهيكزا ديكانويك أسيد ومثل مركبات كبريتية ومركبات نيتروجينية أيضا من المركبات الكبريتية التي وجدتها طبعا لا تحاكي مركبات معروفة يعني موجودة في المواد الأضوية المتحللة إلا أن تحاكيها في وجود الكبريت لأن الكبريت والنيتروجين من المعروف أنه من العناصر الموجودة بكثرة في العديد من المركبات المتطائرة الناتجة عن المواد الأضوية المتحللة أيضا من المركبات التي وجدتها البنزلدهايد الواضح هنا في الصورة والبنزلدهايد موجود في اللوز واللوز المر وأيضا موجود إلى حد ما في اللحم وأيضا من المعروف أنه يعطي إن صح التعبير السويت سنت نعرف أن الحلاوة ذوق ولكن أيضا هناك حلاوة ترتبط بالرائحة اللي يعرف النبات أو اللي لاحظ النبات هذا عند شما زهر النبات ليست الرائحة كريهة كما يتبادل للذهم بشكل كامل لا هي مزيج عجيب سبحان الله توليفة من رائحة كريهة خفيفة مع رائحة حلوة مع رائحة نفاذة تشبه الرائحة الكبريتية أو النشادر كلها مجموعة مع بعضها البعض وكأنها تعطي يعني توليفة تجذب العديد من أنواع الذباب مهما كان يعني ما يفضله في الوليمة التي يقبل إليها سبحان الله ولذلك بالإمكان وصف الرائحة بأنها سويتش روتين ميت سمل يعني رائحة تجمع ما بين اللحم المتحلل وما بين الرائحة الحلوة اللي موجودة في بعض الأزهار وبعض المركبات مجموعة كلها مع بعضها بتوليفة معينة سبحان الله تجذب هذه الأنماط من الذباب أيضا بعد ذلك في دراسة سلوك الذباب لأثناء حومه حول الأزهار أو زيارة للأزهار وجدت أنه بعدما يقع على الأزهار يبدأ طبعا ويقع على الأزهار لأنه مجذبا كما أسلفت بالرائحة الرائح عن طريق عضاء الحس المتطورة الموجودة في الدباب ثم بعد ذلك باللون وبالمناسبة اللون الداكن ليس من الجوادب البصرية المفضلة للذباب إلا في حالة واحدة إذا ارتبط رؤية اللون الداكن مع رائحة مواد عضوية متعللة مباشرة الذباب يقبل إلى مثل هذه المؤثرات البصرية التي يرتبط فيها المؤثر البصري بالمؤثر الشمي أول ما يقع على الزهرة يعني عرضا أقدام الذبابة تتلمس فيما تتلمس الجزء المركزي من الزهرة وعندما تقع على الحجر حجرات حبوب اللقاء أو حجرات الرحيقية وما يعني يسيل من الشقة الموجه مباشرة أعضاء الذوق في أقدام الذبابة تحفز استجابة مد الخرطوم وهذه استجابة فسيولوجية معروفة للعاملية في مجال الحشرات من السوائل السكرية مباشرة عندما يقع عليها الذباب يتحفز تلقائيا بمد البوز ثم يبدأ البحث بهذا البوز أو الخرطوم عن مكان وجود هذه السوائل الرحيقية وبالتالي يجد أنها تتركز في الحجر الرحيقية الحجر الرحيقية كما أسلفت ضيقة لا تتسع لرأس الذبابة كاملة ولذلك يضطر إلى مد الخرطوم عندما يمد الخرطوم كما نرى في هذه الصورة أكثر من مرة يحدث أن تتعلق حبوب اللقاح الواضحة في هذه الصورة ليس فقط كتلة لقاحية واحدة بل في بعض الأحيان كما هو واضح في الصورة هذه العديد من الكتل اللقاحية طبعا تزعج الذبابة ولكن ليس منها مناص ولا يستطيع منها فكاكا ثم لا يجد إلا أن يكمل البحث في زهرة أخرى ويكمل العملية مرة أخرى وبالتالي يضمن النبات انتقال سبحان الله الكتلة اللقاحية من زهرة إلى أخرى هذه الصورة من جهرية لحبوب اللقاح هنا حبة اللقاح مرتبطة بخرطوم الدبابة وهنا خرطوم الدبابة بعد انتداده وهنا ذبابة أخرى مرتبطة بخرطومها العديد والعديد من الكتلة اللقاحية طبعا من الأقدام أزلتها هنا عشان ما تأثر على الصورة لو نلاحظ هنا الكتلة اللقاحية يوجد في طرف الرأس الموصل للكتلتين اللقاح هوك أو ما يعني يشبه الخطاطيف نلاحظه في صورة المجهر الترون الماسح هذا الهوك سبحان الله هو الذي يعلق بخرطوم الذبابة أثناء امتداد وخرطوم الذبابة يعني فيه من المواقع الشيء الكثير كما نرى في هذه الصورة التي يجد أو تجد فيها مثل هذه الخطاطيف المكان الملائم للعلوك بخرطوم الذبابة وبالتالي تضمن التعلق بشكل محكم بخرطوم الذبابة وبالتالي تنتقل الذبابة من زهر إلى أخرى بهذه الكتلة اللقاحية وبالتالي يضمن النبات تلقيه أزهاره بفعالية عالية جدا بدون أن يشعر الذباب بشيء ولا يعلم أصلا أنه مخدوع سبحان الله بمثل هذه الخصائص والمستشعرات التي تطلق هذه الأزهار أو أزهار النبات سواء كانت خصائص شمية أو بصرية أو حتى لمسية هذه هنا فيلم بسيط للعملية هذه أنا ما أدري إذا كان واضح ما أدري الفيلم واضح ورحي أتريح الفيلم يشغلي فهم فهنا طبعا هذه الصباح الباكر الذباب يزور الأزهار عادة أكثر ما نشاطه سواء للأزهار أو لغيرها نشاطه في منتصف النهار ولكن المنطقة كانت بعيدة شوية وآثرت أني أصلها الصباح الباكر حتى أخذ راحتي على الأقل في ذبابة واحدة أو مجموعة ذباب صغيرة أقدر ألاحظ نشاطها حوالين الأزهار طبعا الفيلم هذا مصور خصيصا وحصريا للأريبيا بوتانيست لا أذكر أني وجدت في أي فيلم مثائق السابق أو في لقطات سابقة هنا نرى الذباب الأزرق بعد أن وقع على الأزهار يحوم حول المنطقة المركزية ربما بعد أن استشعرت أقدامه شيئا من العلاوة الموجودة في الحجرات الرحيمة من خصائص الأزهار أيضا أنه في أطرافها في زي الشعيرات وهذه لعلها تحاكي شعر الجثة عندما يلعب بها الريح أو نسائم الريح أو حتى تحاكي مجموعة ذباب أو تحاكي حركة يعني توجد حوالين هذا المكان الذي ينجذب له الذباب الذباب هنا أيضا تبحث عن أثر أو ما هو الذي جذبها من الروائح والأشياء التي تطلقها الزهرة وهنا أيضا نجد أن البحث تركز في منتصف الزهرة تبحث أيضا عن زهرة أخرى لتتلمس ما هو المؤثر البصري والشم الذي جذبها هي لا تجد أي منطقة رطبة أو كتيونات بتركيز معين حتى تضع بيضها وبالمناسبة هذه أنثى ولكن بعد النشاط هذا تجد أنه في شيء من الحلاوة أو طعم سكري موجود في منتصف هذه الأزهار ثم كما سنرى بعد قليل تركز نشاطها في مركز كما نرى هنا في هذه الصورة الزهرة لعله يعني أنشي بالأرض قليلا هنا نرى أنها ركزت البحث واستجابة مد الخرطوم واضحة هنا أيضا نفس الشيء هنا أيضا نفس الشيء تركز البحث في حجرة رحيقية من الحجرات الخمسة هنا أيضا نفس الشيء ونرى أن هنا قد علقت حبوب لقاح بخرطوم الذبابة وتحاول الفكاك منها بلا فائدة ثم تضطر أنها تذهب إلى حجرة رحيقية أخرى وهكذا طبعا لأننا نصور بالموبايل فبدون حامل للموبايل فالصورة مهتزة قليلا ولكن إن شاء الله نتوضح يعني ما أشرت بشكل يعني واضح للجميع هنا أيضا مجموعة من الكتلة اللقاحية باللون الذهبي واضح أنها مرتبطة بخرطوم الذبابة تحاول فكاكا منها ولكن بدون فائدة وتضطر إلى الذهاب إلى حجرة رحيقية أخرى وهكذا هنا أيضا نفس الشيء واضح ارتباط الكتلة اللقاحية أو البوليناريا بخرطوم الذبابة تحاول الفكاك منها ولكن بلا فائدة لأنها مرتبطة بشكل محكم بالهوك الذي ذكرته قبل قليل هنا أيضا نجد أنها ركزت النشاط حوالين أو في المنطقة المركزية وبالذات في الحجرات الرحيقية نجد هنا أيضا أن الكتلة اللقاحية واضحة على خرطوم الذبابة أيضا في هذه الصورة نفس الشيء هنا الكتلة اللقاحية واضحة جدا تحاول الذبابة يعني إبعادها من سبحان الله الخرطوم ولكن بلا فائدة لأنها مرتبطة بشكل محكم وكأنها سبحان الله يعني أو هي فعلا مصممة خصيصا تشريحيا ووظيفيا حتى على مستوى الميكروستركشر لخرطوم الذبابة بحيث أنها تعلق بكفاءة ولا تنفك أبدا إلا يعني بكتلها اللقاحية أثناء التعلق بالشقة الموجهة في الأزهار هنا الذبابة في صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح هنا في كتلتين لقاحيتين مرتبطة بخرطوم الذبابة هذه الكتلة اللقاحية وهذه هنا أعراف الإنبات هنا صورة تمثل الشق الموجهة الذي ذكرته قبل قليل هذا الجزء من أعراف الإنبات هو الذي يعلق بالشقة الموجه الذي يتسع طرفه من الأسفل يضيق من الأعلى يرتبط بهذا الجزء بالذات الجيريميش الكريست وهذه صورة بالميكروسكوم الإلكتروني الماسح للشقة الموجهة من الأعلى هذه صورة من الجانب هذا الجزء يرتبط أو ينحشر أثناء دخول خرطوم الذبابة المرتبط بالكتلة اللقاحية وخروجها ينحشر في هذا الجزء ثم عندما تصعد الذبابة بخرطومة إلى الأعلى يبدأ بالدخول تلقائيا إلى أن يصل لهذه النقطة وبالذات وبالتالي يضمن النبات أنه كامل الجيريميش الكريست هذا المستطيل ينحشر كاملا في هذا الجزء وبالتالي تطبق الذبابة قوة أكثر وبالتالي ينفصل تنفصل الكتلة اللقاحية وتبقى كتلة لقاحية أخرى تكرر الذبابة نفس الشيء مخدوعة في حجرة لقاحية أخرى ثم تنفصل الكتلة اللقاحية الأخرى وهكذا وبالتالي يضمن النبات التلقيح هذا الجزء يرتبط كما أسلفت بهذا الجزء وبالتالي يرتبط بالشقة الموجهة الصورة هذه مكبرة هنا نجد أن هنا عندي خمس كتلة لقاحية إثنتان منها قد تمت إزالتها نتيجة للتعلق بخرطوم ذبابة وهنا نجد إحدى الكتلة اللقاحية قد ارتبطت بالشقة الموجه وهذه الآن جاهزة لمد أعراف الإنبات أو أنابيب الإنبات للبويضة والوصول للمبايض وبالتالي الإخصاب هنا التي يؤشر لها سام هذه خلاص هذه الآن مرتبطة بالشقة الموجه هنا مقطع عرضي للكتلة اللقاحية عندما ارتبطت بالشقة الموجهة هذا مقطع عرضي وهذه الأشهم تسير الأشهم إلى أنابيب الإنبات التي بدأت بالبروز من الكتلة اللقاحية وتمتد تمتد تمتد عن طريق التحفيز بالسائل السكري والرحيقي للوصول إلى البويضات في المبايض وبالتالي يضمن سبحان الله النبات التلقيح هذه خطوات تلخص ما سبق يعني وضعتها باختصار حتى يلخص فيها ما سبق في رقم واحد الذبابة عندما تتلمس وتقع على الزهرة يحدث أن تتلمس أقدامها السائل السكري وبالتالي يعني يؤثر هذا على استجابة مد البوز وهذه استجابة فسيولوجية سلوكية معروفة في الذبابة فتبدأ بالبحث عن مكان وتجد أن المكان هذا يتركز بالحجر الرحيقية الخمسة تبدأ بمد الخرطوم كما هو واضح في هذه الصورة وفي هذا الشكل التمثيلي إلى الحجر الرحيقية الحجر الرحيقية ضيقة لا تتسع إلا للخرطوم لا تتسع إلى رأس الذبابة كاملة وبالتالي تحتاج الذبابة إلى مد الخرطوم كاملا أثناء مد الخرطوم كاملا وسحبه مرة أخرى يحدث أن ترتبط الهوك أو الخطاطيف بخرطوم الذبابة لأن المكان ضيق المكان ضيق جدا وبالتالي يعني يضمن النبات أن تعلق هذه الكتلة اللطاحية بالخرطوم لأنها ستحتك به قطعا لأن المكان ضيق جدا أو الحجر الرحيقية أفهم ضيقة جدا أربعة تكرر النفس العملية مع حجر رحيقية أخرى وأثناء الخروج يحدث لأن المكان ضيق أن ترتبط الجرمينيشن كريستا وعراف الإنبات بالشقة الموجهة الذي يتسع من الأسفل ويضيق من الأعلى ثم تطبق الذبابة تجد أن الخرطوم يعني إن حصر في منطقة تطبق قوة كافية وبالتالي تنفصل إحدى الكتلتين اللقاحيتين وبالتالي تنفصل وتبقى عالقة بالجرمينيشن أو تبقى عالقة بالقايد ريل أو بالشقة الموجهة وبالتالي يحصل مد أنابيب الجرميشن أو أنابيب الإنبات الواضحة في الصورة ثم الأنابيب هذه كما هو معلوم في تلقيح الأزهار تمتد إلى البويضات وتنقل الأمشاج المذكرة إلى الأمشاج المؤنثة ويحدث الإخصاد ثم يحدث التلقيح ثم تكوين الثمار ثم البذور ثم انتثار البذور وهكذا من سعة انتشار النبات واضح أنه النبات ناجح جدا جدا في بيئته والسبب اعتماده سبحان الله بتقديل الله أز وجل على هذه الآلية الفريدة التي في مضمونها الخداء لهذه الحشرات هنا بصورة المجدر أكتروني الماسح الموصل أو الترانسليتور نجد أنه مرتبط بخرطوم الضبابة ولكن غائب فيه الكتلتين اللقاحيتين لأنها سبق أن انفصلت كل منها في شق موجه من الشقوق الموجهة في الزهرة وبالتالي هذا يبين أن هذه الوسيلة وسيلة فعالة جدا جدا صحيحة أنها وسيلة اتباع إلا أنها وسيلة فعالة في تلقيح النبات وبالتالي انتشار نوعه في بيئته أثناء عملي على هذه الأزهار وجدت أنه أيضا هناك أنواع زائرة أخرى للزهرة من ضمنها الفراشة الملكية التي من المعلوم معروف الجميع أنها تزور الفصيل العشارية ويرقاتها تتغذى على أنواع الفصيل العشارية وبالذات على الأجزاء التي توجد فيها الكارديا جليكوسايدز وهذه سامة إلا أنها ليست سامة لمثل هذه الكائنات وبالتالي تعتبر من ضمن وسائل الدفاع لها حتى لا تفترس من حيوانات أخرى طبعا أنا ما وضعتها هنا لأنه يعني ما أبغى العرض يطول وجدت أيضا ولأنه ليست لها علاقة مباشرة بالذباب وجدت أيضا من ضمن الزائرات من له علاقة مباشرة بالذباب وهو أحد أنواع العناكب من فصيلة تدعى بالثوميسيدي أو عناكب السرطان الكربسبايدر هذا وجدت أنه يختبئ بين الأزهار ويتحين وصول الذباب وفجأة عندما تقع أو يعني بأعضاء الحس الشعيرات الموجودة فيه يجد أنه من الاهتزازات أو من تغيرات الضغط أنه فعلا في ذباب أو في الحشرات موجودة على الأزهار مباشرة يندفع نحو الحشرات التي تكون منهمكة بتلقيح الأزهار ومباشرة سبحان الله يلتقطها ولأن هذه الأنواع طبعا معروف أن أقدامها طويلة وهذا يساعدها على التقاف الذباب قبل أن يطير وبالتالي يحصل على فريسته التي أصلا يعني جذبت مخدوعة إلى هذا المكان وقد يكون في حطفها كما نرى وبالتالي يحصل على فريسته ويحصل سبحان الله على ما قسم له من زاد يعني سبحان الله منذ الأزل ثم يحكم فيها السم المعروف لمثل هذه العناكب وتهمد حركة الذبابة تماما ويأخذ العنكبوت سبحان الله راحة في أخذ الأصارات التي يعمل عليها بأجزاء الفم والفقوق حق من الذبابة ويتركها هيكلا فارغا من محتوياتها الداخلية أكثر الأبحاث التي عملت على مثل هذه الأناكب عملت في أستراليا على نوع من التوميسيدي يزور أزهار غير أزهار طبعا الفصيلة الأشارية ولكن وجدوا الباحثين أن الخصائص خصائص الرائحة التي تجذب الملطحات الحشرية وجدوا أن أيضا هي تجذب هذه الأناكب فسبحان الله كلا الزائرين للأزهار ينجذبان بهذه الخصائص ولكن لي يعني ما أنه جذابهم لي يعني مصدر طعام إلا أنه أحدهما يفترس الآخر وكليهما ينجذب بنفس الروائح الزهرية هذه الخصائص وهذه الخاصية لم تدرس في الواقع يعني لم أقرأ أي بحث في يعني الشرق الأوسط حتى في عالمنا العربي عن يعني بحث مستفيد عن يعني خصائص جذب هذه الزائرات للأزهار كل الأبحاث أو معظمها التي أملت على الأناكب من فصيلة تمسيدي أو الأناكب السرطان أكثرها أمل على الأنواع الموجودة في أستراليا ولعل هذه أشهر الأنواع هذه فقط لأنها علاقة بالذباب بكرتها وأيضا هي من ضمن الأشياء التي كانت تقع عليها عيني أثناء ملاحظة الملقحات هذه الخصائص وهذه الميزات وهذا المجال هو مجال واسع جدا جدا للبحث من قبل الباحثين ويعني يتبدى فيه شيء بصير جدا جدا قطرة من بحار عظمة الله عز وجل يعني من الأشياء التي أراها يعني شخصيا أراها من ضمن الأجوبة على بعض الملاحدة الذين يعني يفسرون يعني مثل هذه الخصائص الكائنات الحية وهذا الخلق بأنها خصائص ذاتية ويعني لا وجودة للخالق يعني سبحان الله فيها أو كما يقولون وأيضا ممن يفسرون مثل هذه الخصائص وهذه الميزات بتفسير يعني تطوري سطحي جدا وبحل لا يمكن أن تفسر مثل هذه الألاقات بهذا التفسير يعني هل النباتات وجدت أولا الكرالومات مثلا وبعد ذلك حصلت فيها هذه الخصائص التي يعني تحاكي بدقة مذهلة جدا جدا وكأنها تعلم ما ظهر وما خفي من سلوكيات الذباب هل هي ظهرت أولا ثم ظهرت ذباب ثانيا أو ظهرت ذباب أولا ثم هي ثانيا أم ظهرت في وقت واحد أم كيف يعني في مثل هذه الخصائص التي تجمع ما بين هذه الكائنات هذا من الخصائص أو من الميزات أو من القطرات القليلة في بحار العظم والملكوت الإلهي سبحان الله المجال هذا مهما يعني وهو من المجالات كما أسلفت يعني القليلة جدا جدا التي يعني لا يقبل عليها الباحثين من رغم من أنها مجال واسع في مجالات بحثه إلا أنها كل ما كتب فيها وكل ما درس فيه لا يعد أن يكون ملاحظات أولية ولا يمكن أن تبين الألاقات المعقدة التي توجد ما بين هذه الكائنات سواء كان يعني تربط ما بين الروايح ما بين المؤثرات الحسية الأخرى سواء كانت روايح سواء كانت مؤثرات بصرية سواء كانت مؤثرات لمسية سواء كانت مؤثرات أخرى تربط بين هذه الكائنات وبين النباتات أو بين هذه الكائنات وبين بعضها البعض المعروف لحد الآن فقط يعني أجزاء بسيطة جدا جدا أما التعقيد الحقيقي الواضح وفي منأة كما هو معلوم في العديد أو في كل المظاهر التي نراها من حولنا وهي مما يختص به الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وللعز بن عبد السلام رحمة الله عليه عبارة عجبتني في كتابه حل الرموز ومفاتيح الكنوز يقول الحقيقة لها شهود خارج عن طور هذا الوجود سبحان الله الأمور الأخرى أيضا التي نستفيد منها وهي زيادة اليقين والإيمان بالله عز وجل عند دراسة مثل هذه العلاقات وأيضا مثل هذه العلاقات فيها ما هو فيها من علاقات ظاهرة وما تنطبي عليه أيضا من علاقات خفية لا نعلمها هي التي تربط بين مكونات هذه الكائنات في لحمة واحدة وفي سلسلة واحدة ضم النظام الحيوي بأكمله بحيث لا ينفك أو لا تنفك حلقة عن حلقة أخرى وأعجبتني أيضا عبارة للقشيري في لطائف الإشارات يقول فالآيات الظاهرة توجب علم اليقين والآيات الباطنة توجب عين اليقين أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن يرزقنا وإياكم شيئا من اليقين وأن نلقاه عز وجل بهذا اليقين هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شاكر لكم حسن الصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور يحيي على هذه المحاضرة القيمة والشيقة جدا ونفتح الباب للنقاش طيب خير إن شاء الله أنا هفتح دلوقتي حد أو حد عايز يرفع إيده قبل بس ما نسأتكلم حاليا دكتور يحيي أنا أشكر حضرك يعني شكر خاص حضرك بتخرجنا خارج السندوق دايما يعني يعني إحنا حاسين أنا حاسنا ما زنقف في صندوق حالك بتخرجني برق خالص فعلا بأفاق جديدة في البحث العلمي سقف المحاضرة الأولى بتاعة النادة أو المحاضرة اليات الجميلة الشيقة جدا 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 لسا أمتعت بيها شد استمتاع وبالكلام الجميل اللي ختمت بيه محاضرة حضرت جزاكم الله خير دلوقتي عندنا في حد يحب يسأل أي سؤال يا جماعة يقدر يرفع إيده أنا ممكن أفتح بس أنا خايف يكون حد مشاخد باله أفتح الصوت للكل اللي عايز يتكلم ممكن يفتح من عنده اللي عنده أي سؤال أو عنده أي حاجة يقدر يعني ينورنا يتفضل مشكورا يعني عندي تعليق يا دكتور أشرف. فضلي خالص خالص شكرا وتقدير لحضرتك دكتور يحيا كما أثر دكتور أشرف. حضرتك دايما بتتفاجينا بموضوعات جميلة. ممكن احنا كلنا في مجال النبات وحضرتك طبعا في مجال النبات لكن حضرتك بتدينا بعض يسموه البعض الرابع والبعض الخامس حاجة جميلة وممتعة جدا وحضرتك محاضر ممتعة. آآ بتمتعنا باسلوب شرحك الجميل وبنشكر له حضرتك جدا ان حضرتك عملت هذا الفيلم القصير آآ خصيصا للارابيديون بوتانيست ممنونين لحضرتك وبإذن الله يندفع بيه الجميع بإذن الله. آآ سيادة الدكتور بعد الشكر والسناء آآ كثير عايز اقول له حضرتك هو احنا في من نسبة يعني والنقاضه آآ طبعا حضرتك استاذنا وعارف انه الحشرات هي اكثر الانواع الوقتي انقراضا او الاسرع انقراضا على المستوى العالمي. وان سبعين في المية من غزائنا معتمدة على التلقيح بالحشرات. آآ مش داي فندم زي ما بيقولوا كده احنا واعين في 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 مزنق. آآ يعني تفسير حضرتك حتى لو قلنا احنا هنستمرت انواع جديدة للرزاق. طب ما احنا برضو يعني مضطرين ان احنا ندور على الملاقع الحالة. لانه حتى استنبطنا الانواع جديدة من الرزاق او انواع آآ آآ حجوم جديدة او او الى اخر من الرزاق. ده هي خلينا برضو ندور برضو هو مين اللي هيلقع حالنا. ولا احنا ولا احنا رحيم فيه. تعليق حضرتك على النقطة دي ايه يا فندم. بصفة حضرتك تاجي مع ما بين هوية النبات مع الحشرات. فضل يفهم. بزاك الله خير دكتورة. فعلا يعني تعقيبا على كلام الأستاذ دكتور غفاء. آآ من المعروف اصلا انه العديد من النباتات والحشرات ايضا انقرض بسبب آآ يعني القضاء على احدهم. وبالذات بعد ما بدأ الانسان يستعمل المبيدات الحشرية وجد انه في انواع من الحشرات عندما انقرضت او عندما قلت اعدادها اثرت على النباتات التي قلت اعدادها وانقرضت. وبالتالي يعني فقد تماما بعض النباتات والحشرات. بفقدها فقدت انواع عديدة تترابط بحلقات مترابطة في النظام البيئي. هذا من باب. من باب آخر استنباط يعني نباتات اخرى بالهندسة الوراثية كما اضافت الدكتورة يعني للبحث عن ملقحاتها. هذا ايضا يضيف الى شيء سميه التلوث الجيني. لان هذا اضافة الى انه يعني كما نعلم هو يعمل اصلا لتحسين لتحسين الانتاجية في العديد من النباتات. صفات مرغوبة ابغى يعني انقلها ليعني نباتات اخرى ومحاصيل اخرى. ولكن يعني نغفل كما قالت الدكتورة. ويعني يروح عن ذهننا انه قد يكون هذا المنتوج يعني يكون فيه تغيرات معينة في الازهار. تحتاج الى ملقحات معينة. وبالتالي قد لا يعني تكون هذه الملقحات يعني ذات كفاءة كما هي في النبات الطبيعي. وبالتالي قد يكون هذا النبات اما ان يؤثر يعني على النباتات الاخرى. اذا حصل مثلا يعني تلقيه حرضا عن طريق الانسان. او يكون عبارة عن تكاثر خضري كامل لهذا النبات. وهذا طبعا ليس من الصفات والخصائص المرغوبة. يعني الموضوع له شقين. شق يعني يعتمد على الملقحات وانها حلقة اساسية من حلقات النظام البيئي. والعديد من النباتات كما نعلم ويعلم الجميع انقرضت. لان انقرضت ملقحاتها معها او قلت اعدادها. نعم. نعم. الله استراه. لا حد سيئة انا دكتور ولا. انا مش شايف اي حد يعني. انا تسمح لعافة. اسمح لعافة دكتور. اه تفضل. اه هو في بعض استفسارات من السعادة الدكتور يحية. عن مدى انتشار التلقيح بالزباب. هو طبعا معروف ان التلقيح بيتم بالبيز والباترفلايز. لكن في سبع انواع تانية من الحشرات منهم الزباب بيساهموا ايضا في عملية التلقيح. هل هو منتشر التلقيح بالزباب ام هو لبعض النباتات اللي هي تراكيب معينة. وهل الزباب بيبقى هدفه التغذية من الرحيق الموجود في الزهرة. ولا هو هدفه في الاساس انه التلقيح للزهرة. هل في حشرات تانية بتشارك في عملية تلقيح نفس النبات. ولا هو التلقيح معتمد تماما على زيارة الزباب للنبات. ده فيما يخص التلقيح بالزباب. طبعا ما بين الحشرات وبين النبات بيرتبط بانقراض النبات نتيجة انقراض الحشر او العكس. لكن يمكن معلومة ان الهندسة الهندسة الوراسية للنبات تؤثر على عملية التلقيح. ربما عايزة دراسها وعايزة برضو اعادة نظر. لانه غالبا الهندسة الوراسية بتبقى في نفس النوع. غالبا الهندسة الوراسية بتبقى التحسين مواصفات محصولية او مواصفات او زيادة الانتاج. ما اظنش ان هيبقالها تأثير كبيرة على عملية التلقيح. ده يعني ده تعقيب واستفسار من الدكتور. يحييه يكون شاكر لو اوضح اكثر او استفاد في موضوع التلقيح بالزباب وعلاقته بالهل هو بس تلقيح بالزباب هل هو منتشر هل هو بيتغزى ولا هو بيبقى مستهد في التلقيح هل في حشرات تانية بتزول نفس الزهرة لعملية التلقيح او لا. وهل هو مرتبط بالسيلفو بولينيشن هل هو بيبقى كومبليتلي كروس بولينيشن عن طريق الحشرة الزباب ولا احيانا لو الزهرة ما جتلهاش الزبابة تقدر تبقى بولينيتت باضر وايس. اتفضل يا دكتور. نعم زاك الله خيري دكتور. هو في الواقع كل الحشرات ومنها الذباب. الذباب طبعا كما اسلفت وكما يعني موجود يعني كما هو معلوم في المراجع ايضا يعتبر السكند بولينيتورز للنباتات. الفيرس بولينيتورز اللي هي الهايمنوبترا اللي هي النحل والدبابير وبالذات النحل. البيز والبترفلاي. نعم البيز والبترفلاي طبعا يتيجي بعد الفراشات والعث تجي يا دكتور بعد الذباب ولكن الذباب يجي كسكند لبعد البيز والوسب وبالذات البيز. وهذا السبب طبعا او السبب الذي يجعل الذباب يكون في المرتبة الثانية لانه منتشر في جميع البيئات. يعني ما اتوقع ان في بيئة من البيئات يكون فيها كائن عضوي متحلل ما يقع عليها الذباب. يعني حتى في اكثر البيئات تطرفا وقحولة ويعني جفافا قد لا تجد البيز وقد لا تجد البيترفلاي. لكن لو في جثة ستجد اول الواصلين الذباب. وهذا طبعا يجعل يعني من الملقحات الهامة جدا للنباتات في اي بيئات كانت بالذات في بيئاتنا الجافة. هذا من الباب. من الباب الاخر ومن ناحية اخرى الزهار التي تلقح بالذباب على نوعين. اما ان تكون مايوفيلي او سابروا مايوفيلي في الاعمل الاغلب. المايوفيلي التي عادة تعطي ريويردز او كافأة للملقح سواء كان حبوب اللقاح او نكتر. وهذه معظم الذباب يزورها وبالذات الذباب اللي لونه مبهرج كده. يعني يمكن مر معنا في المثال الذباب من السرفيدي اللي لونه يجي اصفر واسود شبيه بالبيز. وهذا يقع عليها فقط من اجل حبوب اللقاح او الرحيق او كليهما. العديد من انواع الذباب من ضمنها الذباب. ذباب اللحم والذباب المنزلي. اذا وجدت الازهار بالرحيق ستقبل على الرحيق وبالتالي تساهم في تلقيه على زهار وهذه الازهار اصلا تعطي هذه الريويردز او المكافئة من اجل هذا الغرض بالذات. اما من الباب الثالث او من الجانب الثالث. طبعا الانواع هذه اللي ذكرتها اللي تجذب الذباب تجذب الذباب وتجذب انواع اخرى ايضا دكتور والسامعين ايضا اللي هنون. ولكن الانواع الاخرى التي تحاكي كما هو في مثال الكارلوما كيوتنغولا ونباتات الفصيلة العشارية التي تحاكي المواد العضوية المتحللة هذه فقط لا تجذب الا الدباب ولا تجذب غير الدباب. يعني اذا انجذب يعني كائن اخر لها فيانجذب ليس من اجل التلقيح بل من اجل امر اخر كما في الفراشات من الفراشة الملكية التي تتغذى على الازهار والجزء الخضري لان فيها جليكوسيدات قلبية او كارديا جليكوسايدز او العناكب عناكب السرطان لانها تختبئ منتظر الفرائس اما الفرائس التي او الزائرات الازهار التي تجذبها الازهار فهي فقط تجذب الذباب بهذه الروائح العضوية المتحللة لانها سبحان الله مصممة خصيصا من اجل ان تحاكي السبستريت المعروف لمثل هذه الذبابيات اللي هي المواد العضوية المتحللة او اللحم المتحفل او الجثث اكرم الله السلام السلام استاذ دكتور طارق الشيخ السلام عليكم عيكم السلام السلام عليكم الله وبركاته الأول بحب احيي اللجنة المنظمة للنادوة الجميلة والمحاضرات الشيقة الرائعة ديك وبحب طبعا برضو ارحب احيي سعادة وزاز دكتور ريح مصرحي طبعا الدكتور ريح انا اشتغلت مع عشر سنين في الجزان واعرفه جيدا يعني الراجل محب للعلم الفرق بين الواحد بيشتغل شغل عشان للترقية والابحاث وفيه راجل بيشتغل بيحب العلم فهو الدكتور ريح بصراحة من الناس اللي هي بتحب العلم دي اول حاجة يعني تاني حاجة هي بس عجبني جدا لنهاردة بصراحة الموضوع بتاع اللي ان انا متخصف الحشرات التطبية الحشرات اللي هي بتنجازب دايما للجسس والمتعفنة والحاجات ديت اول مرة اعرف انه في بعض الازهار بتعمل نفس روايح وبتجزب الحشرات اللي هي الزهوبة الزرقية والزهوبة الخضرة فدي حاجة جديدة وجميلة يعني الحاجة التانية بس احنا عايزين في علاقة كل حشرة متخصصة في نبات معين ولا ممكن نفس الحشرة تلقح اكثر من نبات يعني هل ده بيرجع ان في مثلا على الانتنة بتاعتها على الماس بارتس على الليجس بتاعها فيه ريسبتورز مستقبلات شمية او حسية او كده وانواع ايه المستقبلات دي انا اعرف ان فيه كيمو ريسبتورز فيه مستقبلات للحرارة للرطوبة لللمس فيعني ياريت الزواب وخاصة اللي هو بيروح للازهار اللي بتطلع رياحة المتعفنة دي يتعامل في الزوابة نفسها الكتروم ميكروسكوب كده على الانتنة وعلى الليجس وعلى الموزر بحيث نشوف انواع ريسبتورز اللي موجودة فيها وهل لها علاقة فعلا ب المركبات اللي هي بتطير من الحشرة وبتشمها دي اعتقد هتديني او هتدل بعد كده على ان كل حشرة متخصصة في نبات معين نتيجة الروايح اللي بتطلعها نتيجة مثلا اللمس او 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 يعني وشاكرين جدا يا دكتور يحيا واستمتعت جدا بالمحاضرة الجميلة دي شكرا لك يا دكتور طارج والاستاذ دكتور طارج الشيخ يعني زميل عزيز وقدير واعتز صراحة بزمالته لمدة عشر سنوات في الجامعة وكلامه في البداية في الواقع عن الإطراء والمديح هذا فقط من حسن ظني جزا الله خير الله يظهر ليه دي حقيقة دكتور يحيا والله الله يعافي كان من طيب المقصد يعني ان هي دي بطول الحشرات بقى اللي يشتغلوا فيها بقى يشوفوا الشغلهم شغلهم شغلهم زي ما بيقولوا ان الناس بتوع السياسة كده يقول لك قولي الحاجة دي بكام عشان اعرف اه التقدير اللي بيها قدير صحيح خالق الله لا يقدر لكنه الناس بتوع التنوع البيولوجي قاسوا يا فندم خدمات الحشرات في مجال التنقيح المحاصيل قالوا تساوي ايه قالوا تساوي في السنة سبعين مليار دولار بل بالعكس قالوا ان احنا هذه الخدمة اللي الحشرات بتخدمها للبشرية كابولينيتر لا تقدر بما اللي قالوا ان هم بسبعين مليار دولار دول قالوا ده عبارة عن ايه لو انا جبت بن قدمين وقدرتهم في الايام علشان يقدروا بس ينقلوا البولينجرين من الاستجمع من الاستجمع في كل هذه نباتة قدوبة الزوار دولار 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 في السنة لكن الناس اللي قالت انه لا دي خدمة لا تقدر بمال قالوا ان حتى دين الانسان وصوابع الانسان مش هتقدر تقعد تاخد البولينجرين وتوصلها فدي عايزة ميكانيزم خاص وعايزة اجهزة دقيقة جدا عشان تقدر تقوم بالعملية دي وده اللي احنا ما نقدرش نقيمه بمال ما قصدتوا انه نعم الله علينا كثيرا ومسفرسية دبابة صغيرة كدو عادة بتلاقع لأ هازي هي خدمة في مجال ربنا وهبها لينا والعلماء حتى مش قدرين يقدروا قيبتها المادية فدي بس معلومة تضعف يعني شكرا يا خامس الله يبارك فيك طيب في حد تاني يا جماعة في اي حد جزاكم الله عننا كل خير ودكتور يحيا جزاكم الله كل خير حقا محاضرة شيقة وزي ما قلنا انها فعلا خارج الصندوق حاجة جميلة جدا ربنا احفظك يعني آآ الآن فاضل لنا ان احنا ننوه فقط عن المحاضرة اللي جاية ان شاء الله بعيدا. آآ ظاهرة قدام حالك يا دكتور وفاقك? لا لسا يا اه لو هي لو هي ظاهرة عندك يبقى انها آآ ظاهرة عندك يبقى انها آآ ظاهرة عندك يبقى انها. لا ازا كان دكتور اشرف يعرضها يا دكتور اشرف بتاع دكتور ريحيا اه. طيب نشوف كده. طيب خلص خليني يعني انها خلص انا اخلي انا اعرفها ايه. لو عند حضرة. بسم الله الرحمن الرحيم نشكر طبعا سيادة دكتور ريحيا على هذه الحضرة الجميلة. وعلى وعد حضرتك وبإذن الله يوم السلساء القارن في نفس المعارب. وعلى نفس الانك ازرحيانا ربنا. مع الاستاذ الدكتور محمد سعيد عبدالكريم. واستاذ الطحالب جامعة الاسكندرية. هيتكلم لنا على موضوع صيح وجديد وجميل. وانا صراحة طلبته عن عن عمد لاني مش شايفة كتير من الاستاذة بيتكلمه عنه. وهو التنوع البيولوجي في الطحالب البحرية في المنطقة العربية. التنوع في الطحالب البحرية دي الطحالب البحرية دي مش بس هي مهمة كغذاء مش مهمة كبيئة كانتاجة اكسجين كغذاء للبحر. اه قصة ديرة جدا 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 من الصراحة. وبإذن الله بإذن الله يبقى محاضر ممتعة وتبقى محاضرة ممتعة. اكيد وعمرها ما تبقى ممتعة الا بوقت حضراتكم معنا متقابل التلاتي جاي وكل اسبوع وحرارك وبخير. شكرا لدكتور برج. شكرا لدكتور اشرف. شكرا لدكتور سامي. شكرا للموصول السادة الحروف جميعا. وعلى رأسنا الدكتور ريحيا مصرحي اللي امتعان. شكرا لك الله يفندي. سلام عليكم. ازاكم الله خير يا دكتور. الله استراني. ازاكم الله خير. الله يمنكم الله دكتور. ازاكم الله خير. ازاكم الله خير.